أنا وصلت لوقت تكره شيء اسمه مجتمع مجتمعنا ما بيركز إلا على شكلك لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب واو مين هنه هيدول؟ عرفتين مين؟ هيدولي سيندي كراوفورد هيدولي أشخاص أنا بحبوني كتير لما تشوفي هالصورة شو بتتذكر فريدا؟ بتتذكر حالي وقت اللي حصلت على لقب مالكة جمال الجنوب وكان عمري السبتعشر سنة ليه فريدا قدمت على مسابقة ملكة جمال؟ بعمر المراهكة أنت بتعرف الوحيد بس تكون حلوة بتشوف بحالة وبتحب تفرج الجمالة أنا كنت هيك ولحسن حظة حصلت على هيدا اللقب شو ضعف هيدا اللقب لقب الجمالة على حياة فريدا؟ أمل لي حياة اجتماعية حلوة خلى العالم تحبني أكتر على جمالة خليني خليني كون عندي أصحاب كتير كون عندي معارف كتير فوت ببخوستات على شغل ببخوستات أجمل ما بتعتبر اليوم فريدا أنه عم بتم تسليع المرأة؟ للأسف مالك نحن بعصر إذا بتشوف إذا بتقرأ بالجرائد اللي بتوظف اللي بتطلب وظايف بحطولك أول شي مطلوب أني سح حسنة المظهر ما بحطولك شو مع شهايط شو بدون هن شهايط للأسف يعني لوك سما لوك سما لوك مين مكان ينطر ينطرني لأظهر على الطريق أو بالسيارة أو أطلع على التيفي أو أطلع أو أطلع بمقابلة لأنت العلم تنطرني كنت أسمع كتير تعليقات واو شو حلوة واو شو هالمرأة واو أنت حلوة كتير كنت أسمع كتير كلام حلو ليش ليش الناس وقراء الناس بيلعبوا دور أساسي بتعزيز الثقة بالنفس وتعزيز الصورة اللي عنا إيها عن نفسنا حلو تسمع كلام حلو حلو اللي من يقولوا لك أنت باربي هيدا كله بيعطيك ثقة بمشتقة معنا الجمال الجمال والشكل 27 سنة ستشوف هالصورة عم تتغير بلشت أول شي بأول خطفة حصلت على الشي اللي كان بديكيه أو لا؟ لا كان إجراء فاشل من قبل الطبيب أو كان فريدة ما عم بتلاقي الصورة اللي هي بدييها عن حاله بدي وجي بوبة المشكلة الأساسي كان أنه أنت مش عم تقبلي مش عم بقتنع بي 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 بالصورة اللي عم بتشوفيها عن حالك عم رأي يعني كل ما تعملي خطوة كل ما يحس حالي أبعد 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 يعني مش عم بقرب من عمر 17 سنة كانت في فريدة حلوة وكي لما تروحي عم ببعد عم ببعد أنا بأشواط عم ببعد فت بالخطوة الخامسة هادي هي اللي خلت نقص اللي عندك مقتنعت وهادي الدوامة كانت سبب الدمارة أنا وصلت لوقت كرع شي اسمه مجتمع مجتمعنا ما بيركز إلا على شكلك بآخر إجراء وبآخر خطوة شو صعب؟ روحت عند حكيم لأعمل فيلر فول فاس لأشيل كلتا تجاعد بوجه فلي حاطت لي مادة بالطالب الوجه المادة هي زائد سيليكون وهلأ المادة تفعلت بعيوني أنا عندي دفاع في نظر سار وعند أليفات بكامل وجه حتى عند إلتهابات بالدام وعند إلتهابات بالكبد من جراء هادي المادة اللي داخلي على وجه كيف تحاول تهرب من هالواقع اللي أنت عم توصف فيه؟ بنام مالك خذ في الضو بنام اليوم أنت إذا طريت تظهري؟ بالبسلنات 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 ولا كل سيدات ولا إليك أيضا إنه نتحرر من صورة الجسد ومن السجن اللي بعيشنا في هذا الجسد